بحث وزير البترول لطارق الملة مع رئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريسمان خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافي للبترول والغاز وعمليات التنمية المخطة تنفيذها خلال العام الجاري بالإضافة إلى خططها التوسعية في مصر برغبتها في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية تم خلال هذا اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم التي تتضمن حجم أنشطة مكثفة لعمليات حفر الآبار وتم تأكيد على أهمية الإسراع ببرامج حفر الآبار الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة التي تولي أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولي